السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا حبابنا ازايكو عامليني يا ربي دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلام اهلا بيكو هادا كاترة في الترمي التاني اهلا بيكو بالعودة خلاص بقى اللي فات مات واجازة سعيدة وعدت وانتهد وشمر علشان دخلين على منعطف تاريخي حرفيا طيب بسم الله البداية بتاعتنا اولا احنا مقسمين الطلبة من حيثه الولاين ومن حيثه الارضة او السناتر طلبة الولاين احنا بدأنا يوم السبت 19 اللي هو اصلا حضرتك المفروض الفيديو نزلك تقريبا يوم الحد فاحنا بدأنا امبارح في الولاين تمام وخطة الولاين هينزل لحضرتك بعد كده خطة اسبوعية نزل لحضرتك ايه سبت ويه اللي هينزل التلات السبت بتنزل المحاضرات والتلات بينزل حل بس احنا زودنا على فكرة الحل مش الواجد بقى نعمل حل متكامل في كل الفروع تقدر تطلع على الخطة على الجروب بتاعنا بالتفصيل طيب السناتر السناتر بتاعتنا اللي احنا متواجدين فيها في الترمي التاني نفس السناتر اللي كانت في الترمي الاول وهقول لك تفاصيلها لان زودنا عليها شوية حاجات اول حاجة خليها نمسك السناتر اللي موجودة عندنا في القاهرة البداية بتاعتنا يوم الخميس الجاي 24-22 باذن الله يوم الخميس يوم الجمعة تواجدنا في القاهرة والجيزة يومين دول نمسك القاهرة الأول عندنا متواجدين في القاهرة في سنتر في آي بي سراج مول في مدينة ناصر عشان كان عندنا طلبة حبيبنا كتير طلبوا منها ان احنا تواجدت في مدينة ناصر الحمد لله تواجدنا في مراجع الكرس الإنقاذ والحمد لله قتى ثماره يعني الحمد لله وبناء عليه طلبوا مننا اللي احنا نكمل معهم المسيرة فاحنا هنكمل المسيرة بإذن الله في مدينة ناصر يبقى ده السنتر الاول سراج مول في اي بي الساعة تمانية ونص صباح تمانية ونص تمانية ونص يعني تمانية ونص تمانية ونص عشان نبدأ الامتحان بتاع حضرتك بس اول محاضرة مرفاش امتحان تاني سنتر عندنا يوم الخميس الف شبرة وده موجود برضه في القاهرة في شبرة مصر وده ان شاء الله بإذن الله معاده الساعة 12 ونص ظهرا الساعة 12 ونص 12 ونص تالت معاد عندنا في بلازة مول وده في الجيزة في الهرم الشرع الرئيسي للهرم وده المعاد بتاعنا بيدا الساعة 5 ونص مساعة كده يوم الخميس خلص تخش بقى على موعيد يوم الجمعة يوم الجمعة متواجدين برضه في 3 سناتر سنتر الانشا وده موجود في الجيزة في ارض اللوى وده معاده الساعة 7 ونص صباحا عشان صارت الجمعة طيب وبعد الصلاة عندنا سنتر فيه اي بي وده موجود فيه فيصل في الطوابق مشارع اسمه شارع كعبيش تقريبا في الجيزة وده الساعة واحدة مساء يعني حضرتك هتصل الجمعة جنبنا وحضرتك تتوكل على الجمعة بتخلص تقريبا من 12 ونص الواحدة لربع وتوكل على الله وتطلع معاني اتفقنا جميل ثالث سنتر عندنا السلف الصالح وده موجود في الجيزة في طلبية هرم بإذن الله معاده بيبدأ الساعة 5 ونص مساء يبقى دي الموعيد بتاعتنا وده البداية بتاعتنا الناس اللي طلبتها البداية تبقى يوم الخميسة 24 و22 ومجميع الجمعة 25 و22 طيب بالنسبة ليه أستاذنا شوية تفاصيل كده للناس اللي لسه ما عندها الثقة في البداية معظم الطلبة عارفين كل ده ان كتير من الطلبة ما نقولش المعظمة الغالبية بس كتير من الطلبة البداية بالنسبة لها دايما ويبتدي يفوق في شهر اتنين وشهر ثلاثة بيبتدي يحس ويستوعب ان هو كانت السنوية عامة وان الاطر يفاته دايما بييجي في الوقت ده هو ما كانش بيعمل عليه فبييجي في الوقت ده يتم احباطه ان هو محبط بقى وانا ما اعملش اللي علي وبنان عليه طيب مش الهدف من الفيديو ده اللي احنا ندي دافعة تحفيزية بس الهدف اللي بقول لحضرتك لو انت حضرتك بدأت تلحق تخلص على المراجعة قولا واحدا ايا كان بقى لو بدأت دلوقتي وانت مجبر انت تبدأ دلوقتي هتلحق تخلص على المراجعة علشان تقدر تراجع مع صحابك عادي طيب بالنسبة للناس اللي هتكمل معانا في كورس الانقاذ طلبوا مننا هنعمل موقفهم ايه هيحضروا عادي اول محاضرة وهتم تحديد امتحان اليوم في المحاضرة الاولى هيمتحنوا عادي وباذن الله لو تجاوزوها يكملهم عادي طيب بالنسبة للشيتات كان عندنا الطلبة كانت بتطلب المفروض الشيت اللي حضرتك بتستلمه او الامتحان الصغير اللي بتستلمه كل حصة وبتحله في اول نص ساعة الناس كانت عايزة حلل ده او تحليل الاسباب هتستلم في اخر المحاضرة زي ما انت بتستلم الامتحان بتاعك الصغير هتستلم معه ورقة تفسيرية لكل اجابة اخترت الاجابة دي ليه واخترت الاجابة دي ليه واخترت الاجابة دي ليه بحيث ان انت يبقى على الاقل فاهم كل غلطة اللي قدر الله انت غلطتها والاجابة الصح انت فكرت فيها الطريقة صح ولا جات معك كده الجزء الاخير احنا باذن الله هنخلص امتى باذن الله احنا هنخلص على آخر ثلاثة ونبدأ المراجعة بتاعتنا باذنك يا رب على اول اربعة هنلحق اه طبعا باذنك يا رب هنلحق احنا عندنا دلوقتي المنهج بتاعنا فاضل فيه متبقي حاجات بسيطة تقريبا مش مكمل ربع الواحدة الرابعة والواحدة الخامسة اللي هي الافعال الواحدة الستة اللي هي حاجات الاساليب وحاجات بسيطة جدا والواحدة السابعة اللي هي الممنوع من الصرف ومعظم الدروس احنا كنا اخدينها اثناء الشرح اصلا اللي موجودة في المكملات بتاعت المنهج الادب عندنا مخلصين في اربع مدارس فاضلين فيه مدرستين بس وهكذا خلاص يا ستزة فاحنا عندنا فاضل للوقت معانا فيه متسع نقدر نخلص ونقدر نراجع والمهم من انت تخلص المهم من انت حضرتك تبقى مخلص معايا يعني لو خلصت وانت مش مخلص مذاكرة دي كارثة في حد ذاتها لان المراجعة ساعتها مش هتفيدك بالقدر اللي انت متخيل وبالنسبة الناس اللي ما حضرتش معانا كرس الانقاذ وعايزة تاخد الاكواد بتاعته فالاكواد بتاعته موجودة كده كده في السناتر تقدر تاخد الكرس لوحده واخيرا طلبنا طلبة اليوتيوب كل خميس هينزل لحضرتك باذن الله درس نحو زائد فيه فيديوهات النصايح والفيديوهات اللي هنتكلم فيها مع بعض هتبقى خلال الاسبوع دي ملهاش دعوة بالحصة الاسبوعية بتاعتنا وهتبقى كل يوم خميس وطلاب الاولاين كده كده ينزل لحضرتك فيديو في المنصة يوضح لحضرتك التفاصيل عامل ازاي ألقاكم على خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وتبقى إليك والسلام عليكم